موسيقى موسيقى شيعة مضخمة قليلا وقال ماشيت النكتة قلت حين انطبو سنتظرك أسيرة النكتة امشي معها انتي فضل ما هو تقلي غيرك هو ترنت في النكتة عقلك انت هكون ترنت في النكتة على حالك انا مش مظبوطك الصيد لا هي إجمالا في لبنان يعني في لبنان عادة المدن الكبرى أو كانت مقهولة بالسكان طبعا اللبنان طابعا و تجاري تجاريا لكن لكن مع المجاعة بأول قرن العشرين والمجاعة اللي عشوها اللبنانية صارت فعلاً أنه العائلات الكبيرة التجار والتي عانوا وماتنا كثير من الناس فيهم سواء بيروت أو صيدة أو طرابلس وهايك صاروا كل شيء يشوفوه بعدين يضبوه حسناً يعني أنه يخاف ويرجع وتتكرر القصص شوية شوية بلش تطلع الصيت وصارت نكتة وكبرت القصة هذا ليس معناه أنه مثلاً ما في بخلاء وما في كرة ماء بلا في بخلاء وفي كرة ماء يعني بيضل بس الصيت أساساً بلش شيء كتر على قلبه كل شيء تلقيب وجرك ضبه وما بيعطي شيء أنه بخاف بركي أنه بعدين صارت نجاعة هذه الزمنات أنا هيك قريت يعني بكتير ما راجع رويات شعبية بيروتية أنه أثرت كتير المجاعة علينا ما الحق علينا لعنا زيادلة هلأ صرت عامل ثلاث مسرحيات عن بيروت 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 صح في علاقة وأنت أبن بيروت تنحكيها بالعرب المشبر زياد عتاني خلقت ربيت وكبرت بيروت الغربية صح وزياد عتاني اليوم عايش بيروت الشرقية شو بيروت لك قال يحيى جابر مرة كلمة كثير حلوة بيروت بالنسبة لنا أنه نتمنى أنه تشبه الشارع الحمرة فيها كل الطوايف وكل أنواع الفنون ومنتمنى أنه شارع الحمرة هو ما يصير لبنان يعني يتقسموا هيك هذه كان بوقتها لمرحلة بعز الازدهار كان فيه هون تلاقي مسرح صيف 840 هون تلاقي الزياد هون تلاقي افنين هون تلاقي ألي فأنا بالنسبة لي هيدي حجم بيروت بيروت هي الكل يعني بيقدر واحد يقول أنه أنا شيعي بعلبكي وبيقدر واحد يقول أنا عكار سني وبيقدر واحد يقول أنا بشراني ماروني أو مثل ما هذا بيروت نحنا كلنا بيرتي بيروت نحنا كلنا بالمدينة كلنا عم نعطي أفضل شي فينا لأنه طموحاتنا عم نحققها هون أنا هاي بيروت بالنسبة لي بيروت الملونة اللي هي خلت لبنان ينشهر بالمسارح وفنونه وسقافته وفكره وجامعاته سواء من الأمريكية أو اليسوعية هاي بيروت بالنسبة لي هاي بيروت اللي هي الهاجس اليومي المعركة اللي صارت حقيقة أنه حافظ على هاي الصورة تعيتها أنه بيروت هي اللي كسرت كل هالحدود بين كل المجتمعات اللبنانية وجمعتهم على التفاول الفن السقافي الأدب العلمي فأنا بالنسبة لي هاي بيروت ما بعرف شي اسمه يعني أنا ولد بطريق جديد بس أنا ما بعرف شي اسمه يعني هاي طريق جديد وهذه أشرفية هوني كأمي وهوني بيتي وهوني جاري وهذا يعني ما بعرف يعني ما بعرف تعاطب الأمور بهذه الطريقة يعني ولا مرة فكرت فيها ويمكن كمان الخليط اللي يعني خلال دراستي أنا كمان تلمس حكمي وهيك خلاني اتخط هالأمور من زمان يعني وعدا عن كمان مبادئ السي اسي بتقول أنا من المطالبين بدولة مدنية تلغي القيد الطائفي من كل يعني وحاش بقى هاللعب السخيف اللي عم نلعبها لأنه شوف لوين ودتنا بس بيروت بتحس اليوم كأنه خسرت هويته أو يعني مثلا أنت ذكرت شارع الحمرة صحيح اليوم شارع الحمرة بطل يشبه شارع الحمرة كل لبنان عم يخسر هويته لأنه نحن بمرحلة انحلال للدولة كلها ولا للمؤسسات ولا كل شي باللبنان يعني وهذا عم خبرك أنه نهاي معركتنا اليومية وعلى قليل نبقى شي من أثر هيدا اللبنان اللي نعرف لأنه أنه بالنهاية أنت خلص أثبتت أنه هيدا الكيان غير قابل للحياة بصيغته الحالي هي بصيغة أنه حكم الطواف وهني هلأ ليش بعم تقلي أنه عم تتغير أكتر إيه لأنه سرقوا وسرقوا هني نفسهم ترك زعم الطواف سرقوا البلد ونهابوا وانتهى دوروا لبنان هلأ خلال فترة هروبهم بين بدون يسلطوا طواف الأدياء يعني حكم الديني متشدد عم نحسة عم ترجع طبعا 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 بصير بيظهر أنت عندك مظاهر متطرف سواء عند المسلمين أو المسيحيين لأنه عادة هول اللي بيلعبوا دور أنه بيغطي الحرام هو هربان فبصير بفتلك بالحلال والحرام واللي هو كان صلى 30 سنة عم ننسرق معك عن الحلال والحرام يعني صح طيب طبعا هذي معروفة هذي مش بس نحن عانينا منا هذي هذي بكل تواريخ البلدان لنهارة أو المرأة بأنزمات موجودة فنحن بنعرف اللعبة منيحة يعني لا بتنجرر إليه وتكون واعي إليه وتكون إنك على الأقل محاول عم تحافظ على المسيحة اللي أنت بتقدر من خلالها تكون هذي منبرك للناس هذي للأسف يعني بتحس الشارع بيقبل بيقبل فكر شوي تقدمه ما يرجع يغرق بالطوائف بالطائفية ما فيك تفكر إذا شو الشارع عم يحس أنت عمدك تفكر بالفكرة وطاعة الصدمة تأيتك يعني وتخلق الجدل أنت بمرحلة نخلقوا للجدل يعني طالما فيه فكرين وعم تثبت أنه فيه فكرين فهذا الشي كتير بفيد بتحس حالك غريب عن شارعك زياد كيف يعني غريب عن شارعك يعني عن عن طريق جديدة بيعتبروك غريب أنت بتحس حالك غريب لا أبدا أنا بحس في كثير غربة يعني أنا بقدر يعني أنا أول شيء موليد الـ 75 بعرف كل مراحل طريق جديدة وعائلاتها وتغيراتها وشوارعها وبعرف شو نوع البيوت اللي كانت قبلها العمرات بعرف مين العائلات اللي كانوا قبلها الناس اللي أجت أوكي فأنا بالنسبة لألي ناس بتتغير بس أنا بالنسبة لألي طالية جديدة أنا اللي أنت ملأ له يعني أنت ملأ له كبقعة جغرافية هي اللي كانت بيتي فأي دا بيتي يعني أنا شارعي بيتي فبالتالي مين ما بيروح مين ما بيجي هدي مسألة بالنسبة لألي عابرة يعني أنا مناطر أنه يقول أنه يعني ما في شيء كمان اسمه نحن أفكار نعم ما في أفكار أول شيء شو ما طريق جديد يعني أنا واعي على صوت خليل حلاء اللي عم يغني يا عم يا بيع الورد اللي غني كان بارح تحت التيني وواعي على الأعراس وواعي على الحفلات بطريق جديد بطريق جديد كان فيه بالزمنات بيقولوا لها بارتي يعني رأس كانت صلاة يعملوا رأس شباب وبنات يعني هاي بطريق جديدة فأنا هاي دي بعرفها وبنفس الوقت برمضان ممكن تتحول لأنشي الدينية وبالليل بالليل بتلاقيها مضوية للصبح وكذا أنا هاي دي بالنسبة لألي طريق جديدة ما كل ما يعدين يخرج منها يعني هذا عابر بيمرق يعني ما تحولت بزمناتها ما شفت أنا إلا هاك وما فيني أنطر أنه حدا يقول أنت بتشبه أو ما بتشبه لأني أنا أنا اللي شفت قبل ما حدا يجي يسميني أو يصنفني بدلك دافع عن طريق جديد اللي أنت بتعرفها طبعا طبعا لأنه لأنه بالنهاية كمان متل ما قلت لك هي جزء من بيروت التنوع الفكري مطلوب النقاش المجتمعي دايما مطلوب وينما كان سواء بالأشرفية أو بالضاحية أو بطريق جديد لازم يكون في فكرتان هي ما أحدا لغى لبنان أو وصلوا لهون إلا الفكر الواحد الأوحد أنه خلص هيدي المنطقة مسيحية يعني مسيحية وهيدي المنطقة مسلمة يعني مسلمة أي وصحتين وبعدها شو صار لا نحنا لازم نعرف بعض على سيرة أول ما قلت لي الأبوة يعني أنا أنا كنت حريص أنه هلأ صار عمره 17 أنا كنت حريص بالصيفيات اللي مرأ وما قبل الانهيار نحن كنا كل سبت وأحد أنا وابنتي أخذها على محل مدينة أو ضيعة بلبنان يعني أنا 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 بنتي مثلا حاضرة شو يعني الشعنين ببشر حاضرة مثلا طالعة مثلا شايفة عيد الأطحى بشوف شايفة مثلا كل المراسم العشورائية بالنبطية مني خايفان أنا من أن نكون فيه تعدد بالطوائف والأديان إنما أنا خايف تفرض الطوائف والأديان علي أنه أنا ما أكون متعدد هالأدي بإنفتاحي يعني ذكرت بنتك النينو كنت عم تقول لي صار عمره 17 سنة ليش ما هجرت أنت وياها شو اللي بيخليك بلبنان لكن اللي فرض علينا أنه ما نروح هو بمحل ما كانت أني أظهر من البلد كانت هزيمة فيه معركة بدي خوضة أنا يعني أنا محل اللي أهنت فيه بدي رجعه هون يعني مش لأزعجلها لأدي أنا والله تمسكت بالبلد لأ ما فيني أدعي هالشيء بالعكس أنا من جواتي فيه نفر فيه نفور كبير ما شوي بس إيه مطرح ما خسرت انه لا بدي بسجل انتصار وهيدا الشي خلاني وكان نفس الشي بالنسبة لنينو مطرح اللي صار عليها بولينج بالناس بده ترده ما بتخاف تدفعها تمن معركتك لا انا بوقتها بس انه قلت له انه من ضل او من ضل وهي كان قرارة تضل يعني هي مطرح ما اما وبيا كمان موجودين بده تضل لكن هلأ لاحقا انا اكيد بتمنى انه تسافر وتتعلم برا وتكمل حياتي مطرح ما بده يعني طب زياد عيتاني البيروطي الرجل الشرقي علاقتك بنتك كتير مميزة بشوف يعني اللي بتابعك على السوشيال ميديا بشوف صفحتك بعرف يعني في حب هيك غريب قديش انت منفحت فيها يعني بتحب كل شي هي بتعمله كيف عم تحميها اليوم والله اول شي عم بحميها اول شي بحميها من محبة الائلة انه ما تكون محبة الائلة هي تأيدها او تشبيرها مثلا ما ما يكون بيك انت بدي تكوني لأ بدي احميها من انه خليها تأسس حياتها بأفكارها هي بالمكان اللي بتحبه هي بطريقتها هي شو ما يعني وكثير بخاف انا احيانا مسلا تكون عم تسمع شي إلا لأ اسمعي هالشي لأ خليها هي تكتشف بحميها طبعا انه نحن حواليها يعني انا واما منفصلين منفصلين 12 سنة بس نحن دائما حواليها دائما موجودين قداما موجودين انه عم نحاول نأملها على قليلة مناخ هذا العيلي الصغير حتى لو متبعدين هذا الشيء متفقين عليه انه منأمل له هيدا المناخ منفرجيها نحن شو شفنا بالبلد شي حلو ازا هي عم تشوفها لأدي الشيء بشعب توليك بعيد عن البلد الهلا عم منشوف هيدا الموجات الالجي بيتي عم منشوف اكتر طبعة جندر انه انه صار مع منشوف على السوشيال ميديا ومنخاف انه يصيروا اقراب علينا هيدا رأي الشخصي انه انا اي ايدنتفاي از دور انه واحد بيقول انا باب واحد بيقول انا بسينة هيدا الافكار اللي هي ممكن تعرض لها بتحس في مسؤوليتك تحميها منها ولا واسق انه هي تكفح على واحدة لك هلا ازا بدي صلني في الاخطار اللي ممكن يتعرض للولد يكون في نحنا خسرنا من شهرين يمكن اقل نحنا خسرنا طفل بمدرسة من رسال 16 صح نحنا عم نخسرهم احيانا بيكونوا بالجامعة بيبعثون الناس زعران بيضربون اكلي لانه ايضا الحزب وفلان وما بعرف مين ومين 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 من غيره فعلى بالنسبة للاخطار ومن الاخطار نحنا ببلد كله اختار كنا قاعدين ببيوتنا لما انفجر فينا ما عم نعم شي يعني هلا من نسبة لأفكار اول شي انا زلمي ما بخاف من ولا فكرة طالما هي فكرة انا ما بخاف منها عادي هيدا الموضوع نقاشته انا وبنتي عملت السيرش هي تاعة البحث العلمي بسنا احنا في قدامنا سوشال ميديا قدامنا جوجل قدامنا كل شي عملنا البحث العلمي اللازم البحث النفس اللازم ارتباطه الديني هو الى لا يعني انا ما بقى لا ازا انا انه روح لا هي بشوفها شو يعني شو بتفكر ارتباطت ديلي وبالنهاية هي اللي قررت وهي اللي يعني تمنع حاله او بتروح لهيدا فانا كثير متطمن من هيدا الناحية لانه انا ما عندي شي خاف عليه بصراحة بهيدا الموضوع ابدا ابدا انا بس تما تنفهم غلط ما عم بقول الالجي بي تي كيو هي فكرة ونحنا بدنا نكفحها انا اللي عم بقوله هو الغاء الجنس بمعنى انه عم نسمع انه اي والرجال في يحبل وعم نشوف ناس اي عم نشوفهم عم بيعملوا فيديوز يعني مخيفين قديش في طريق التعاطي وحتى فرض على الولاد انه انت ما فيك تقوله لولدك انه انت صابق او انت بنت هو بيقرر انا برأيي هيدا الشي خطر عمجتمعنا مشان هيك وعندي ولادس وعملت مثلك انه بتفسر له وهو يفهم صح صح هيدا شغلي بعدين ليك مش بس هيدا الموضوع كل شي بالدني اذا راح على التطرف بيقوله بخطر حتى الدين اي يعني صور انت اجت فكرة باعتبارها مثلا انه الاديان لما يقلب تطرف مثلا الاسلام في معا يعني علماء كثير كثير عاليين مستوى بالحياة والمعارف وفي داعش بالمسيحية بتلاقي كمان انا بالنسبة لقالي قابلت بار اللي هو انا ضلني بقول يعني له كثير فضل علي خراءات الفلسفية وبار جورج فاريس وقابلت حدا اكسريم كثير كمان متطرف نفس الشي بكل شي بالشيوعية في عندك تروتسكي وفي عندك السلين بالدبابات يعني بالرأسمالية في عندك الرأسمالية هي لطيف الهينة وفي عندك الرأسمالية المتوحش اللي هي بتحول البناء ادم لما كانت نفس الشي بالجنس نفس الشي بالجنس بالحياة اليومية فيك تلاقي الافكار المتطرفة وطالما نحن قررنا انه نشغل عقلنا ومربع بنتي على انه فكري وعرفي ليش واسألي ليش ولوان بده يعني اللي بيقلك شي قولي ليه هيدا عم يقلي هكي حتى اللي بيجي عم بيعمل حبه وغرامه انا وانا طب ليه بده يحبني انا يعني شو بدي اعرف بالمنطق بالساينس بالعلم يعني ففعلا وهيكي يعني عم نحاول عمل كل الامور بنتخططها بكل رواق بس التطرف هو موجود بكل شي يعني بكل شي مش بس بهيدا الامور هيدا الامور بما انه فصلا صار في موج كبير بالعالم وصارت هيدا الموضوع هلأ الترندي بتلاقي في منهم مضطرفين كمان يفرضوا حالهم عليك يعني وهيدا مثل ومثل اي نوع تحرش يعني بين الرجال والمرأة انه خلص انه اذا اخذ خلص يعني فبالتالي مثل ما قلت لك اي شي متطرف بدك يتواجهه بتواجه هيدا الموجه نفس الاسلوب وانت عم نرجع منقول اللي هو اللي عم تحكي عنه انت هي هيدا الفرض الامور الفرض اي هيدا بالتحديد هو نفرض اولادنا هيدا الافكار بس عصيرة الانكافح انت عم بتكافح صار لك زمان عم بتكافح واخترت المسرح للمكافحة يعني افكارك السياسية والوطنية وافكارك اللي بتبني فيها المجتمع عم بتطبقها من خلال المسرح واللي عملته بالمسرح مش هين يعني فيه اوقات قد عم تعرض مسرحيتان مختلفتان بشخصيات مختلفة بذات الوقت واسملة عليك على الخشب يعني عطول مفول مكمل كفاحك بالمسرح ليك انا ما معرف ليك هيك اول مرة عم فكر فيها الموضوع كيف هل هو اختياري كان كفاح ولا ولا فكرة عم حاول وصلة يعني مش اقلك في 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 انا برأي يعني فت على المسرح اول شي كان عندي شغف او عندي فكرة انه بيروت لم تقدم على خشبة المسرح من قبل بتفاصيل عائلتها فليكن اذا قادر انا قدمها فقدمها فقدمتها امتعليت بالمسرح كمسرح صرت حابب جرب افكار وهذا اللي عم بعمله اذا بدي اقول انه كفاح بقولك لا انا عم بستلز بالمسرح انا عم بستمتع بالمسرح يعني لعب حط حالة تحت ضغط شبتها السيني انا ما قدمت شي ماني تحت ضغط بقولولي يعني في كتار قالوا لي ايما الناس بكرة بتنساك على الخشبة واذا بدك ترجع تفتح كمان انت قصتك كمان عليها قصة ما هذا ما عندي اي هاجس بستمتع بقدم الفكرة ومثل ما انت يمكن من الشهود العيان مثل ما النجاح هو اللي بيرجع بيقلع بيرجع بينجح الواحد يعني ما في مشكلة ما عندي هواجس كتير ايه بدي اكمل عندي كتير افكار وانا عايش حياتي كلها كلها يعني عم تحكي نفسيا واجتماعيا وماليا عايشوا كلها بنتي بس بالنسبة لالي شو عام حابب تعمل بهالكم سين اللي بقيلك بحياتك استمتع لأفكار بنصرح مش اكتر بس عصيرة الكفاح انت عرفتنا يعني عرفت جمهور وانا واحد منهم عرفتنا عبيروت عبيروت اللي في امه هونيك اللي في ستة هونيك اللي في عمت اللي في الشجار اللي في الخال اللي في العم يعني الحلوب اللي عملته انه هاي بيروت البعيدة قربت كتير للناس يعني تعرفنا عبيروت اللي بتشبهنا وحكيت بحكيت بصوت ابن بيروت ووصلت لابن حي الله منطق بنا انه طعا وان احنا بنشبه بعض انه هيدا كفاح لانه وقتا عم بتقرب الناس لبعض انه شي كتير حلو بالمسرح بس ما ما جوابتنا انت مكفى بالكفاح انا مكفى بالمسرح يعني في شي مسرحية جديدة اكيد اكيد في في عمل جديد في عمليين بالاحرى يعني في اي في فكرة يعني عم بعدها عم تتخمر انا ويحيا راح ترجع تخلق انت زعلت انت ويحيا فترة اي لا خمس سنين خمس سنين احنا مين رجع صلاح كون ما احدا والله ما احدا في كتير ناس كانوا تقول يعني متر ما تتقلوا ليحيا انه منتمنى نشوفك ترجع وانتو زياد وفي ناس كتير تقلي كمان يا ريت ترجع تجتمع مع يحيا وغير انه مثلا كان كتير ناس عم تطلب انه ترجع تنعرض مصرحية بيروت طريق جديد دايما كمان ما روح الناس بقولولي يا ريت ترجع تعرضها ريت ترجع تعرضها يحيا كان نفس الشي عم بيقولولي يا ريت ترجع تعرضها ففي حدا بده ياخد الاولى وبما انه انا اللي زعلت يعني عملت الاشكال يعني انه 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 انا اللي بادرت بالقطيعه من بعد المشكل اللي صار انه خلص قررت النايدة رجعت بصراحة هو لما انا طلقت من الحمس انه قلي وطلو انا ما قادر حكيك يعني بعد خمس سنين ولكن انتهت الرواسب اساسا القصة كلها القضية من بالي ومن نفسيتي وكلينة علاجت بنا صرت لا حس انه اللي عملته انا ويحيا شي عظيم وشي رائع وانا لو كنت من الجمهور كنت بتمنى انه اتفرج على تجربة مثل هاي بالمسرح فانه هيدا الشي لازم يستمر فاحملت التليفون بيوم بدون ما اي مقدمة كيفك يا حياة وينك قلت له امشي نشرب اهوة وهيدا اللي صار لكل بساطة طب العمل الجديد تخصوا شي بالحبس خصوا بمدد التوقيف لا 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 ما حق ارجع على القضية ما بترجع له لا الناس محاملة كمان اغتو ترجع ترجعنا عن تراجيدي ومأسايته وبعدين في نحنا عنا مئة قضية رائعام هلأ لما فيهم انه يعني انا بعتبرها مقدسة هي قضية انفجار المرفض وقضية تتأخرت خلص نسيوا العالم يعني منه انها لقدي هدا بالنسبة لقلي بالنسبة لقلي بتظل هي القضية الخاصة اللي انا بدي خوضها فيها حق وفيها سمعة وفيها كرامة وهذا انا بخوضها ما بدي لا بقى يفروض على الناس ولا احكي فيها ولا شي انا تخطيتها يعني منه للتجارة لا اكيد لا اكيد لا اكيد لا بعدين المسرحية ساعدت كثير اللي عملتها بالقضية انا طلعت من الحبس هنا عملت قضية تعالى وهذا مصح يمكن لحدث في شيء بوزيتيف في شيء ايجابي كان بموضوع الحبس اي طبعا على الصعيد الشخصي اي طبعا شو هو كشف كتير عالم لقلي يعني انا بيقلولي رفقات مثل اللي مات ورجع يعني عرفت كل واحد بحقك منه انت بتعرف انه انا الوحيد بلبنان اللي ما كتبت بوست ضدك وقت تتوقفت انت بتعرف انه مرة انت حكيتها بحلقة مع بيان رباط وانا كنت بالحبس وشفتك وبكيت شو قلت قلت انه زياد فناني كبير وهي كي ايه ما مقدرت كتبت شي ضدك وقتا ما بعرفي شي جوه قال لي انسى رح يبين شي تاني لك هو ما بحاجة يمكن انك تتعرف على الناس تكون ماضي معه وقت كتير بس المعدن بيبين ليش بكيت انا وياك جزاف انه خليني تأثر الله ده بس انه انا علاقة فيك انه ما ايه ما كتير كلنا بشكل يوم ممكن نقعد مرتين ثلاثة قاعدين خايفي فيه في شي انساني بيخلق بالعلاقات بتحسوا انه بتعاش الناس كتير تتلمسوا ما بتلمسوا فيهم فانه يجي بوقت انت اللي كنت عم تتمنى واحد يدافع عنك يجي شخص هل قد شجاع ومتحرر ويقول لا هذا الزلمي مش هيك فهذا الشي يعني لي جدا وهون يعني بالنسبة لالي ايه جزاف طوق من الناس اللي انا بعتبر انه فائد الانسانية عنده عنده كافية لكتير ناس بهالبلد بالنسبة لالي يعني هيك شفتها بوقتها وصارت عندي خلص شما تعرفني انا شو ما تقالي بلك تكرم عينك ايه في شي هيك يعني لحنا تعرفنا على شغل صح كتابة وقتها وكانت علاقتنا شغل يعني وصارت الخبرية ولقيت انا انه لا في بعد انسانة اكتر من الشغل وحسيت حالي لا انا يعني كأني بعرفك اكتر والمسرح خلانا يعني المسرح خلانا اتعرف عليك حلو المسرح يعني اليوم حديثنا منحكي عن كتير مشاكل بالبلد بس نحن كمان بحاجة نحكي عن فيه مفتيح بالبلد انه هايدي بيروت اللي بلشنا الحديث فيها هايدي بيروت ام الشرائع هايدي بيروت ستة الدنيا هايدي بيروت اللي مصدرة الجمال على كل مش مش عاد دول العربية عا كل العالم بيروت ما كانت سويسرا الشارق هيك انه انه حضاء لا لانه فيها ناس هن خلوها تكون سويسرا الشارق هايدي بيروت اللي نحنا يعني في فيشي حلو في بعض الناس بهالبلد انت على راسهم عم بدافع عن الشي الحلو بالبلد ودايما بتأثر بالخطوات اللي انت بتعملها لانه عطول بوسق انه في محبة كتير كبيرة جواتك على على هيدا البلد انت من هول اشخاص يعني والله بتمنى يعني عن جد انا بعرف شو زاف قدي يعني هذا الشي يعني لي كتير وتعبنا يعني تعب تعبنا 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 يعني انا فوق قصتي اني كون انو عم بحاجة لارتب ارجع حياتي الانيار الاقتصادي لتشوف انت بتطلع بتلاقي عندك كمية عشرات الشباب بكلية الفنون او ناس عندها مواهب عم تهاجر بتحس انو خلص البلد هادا الشي كتير تقيل كتير تقيل علينا لانو خاصة اللي متلنا عم تقول اللي انا بغمد عيوني وبشوف ريمون شبارة وبشوف شوشو وبشوف رجع الساف بشوف بسمع صوت السينمايات والمسارح ببيروت بسمع وانا يمكن حتى يعني يعني اول مرة بعدني بتذكر هالمشهد اخدني بيع على مسرحية كانت صيف 840 بالبيكاديلي فبتع المسرح البيكاديلي عالي كبير يعني وضخم وانا هالقد صغير يعني وبعدني صغير يعني يعني جزء فقاعد على صالح هيك وفي وفي لوحة ابواء الثورة عم مع غصان صليبة يعني عم يعمل هيك والصورة اللي عم ترسم بالمسرح انا حسيت انه هيدا العالم هو البلد اوكي هيدا البلد بعد اسبوعين بهرب من المدرس بروح بحضارة برجع لحالي انا بالنسبة لي هيدا المسرح وفي عرض قدامي انا بحتيت هيدا البلد البنية يعني خلاص بحط هيدا الصورة شو ما صار لأ بدي صر عليها بدي ضلني عليها بدي اوصل الله هون بدنا كيف ما يبرم ايا شاب يلاقي مسرح ايا صبيه تلاقي سينما تلاقي ناس عم تغني تلاقي فرح تلاقي اصوات جميلة شو عنا نحنا غير يعني شو شو في عنا يعني نحنا غير يعني الكنيسة والجامع عراسخية بس من البشر هن اللي يصنعوا كل شي بالنهاية الاوطان بشر يعني مش حجر ولا مشاهد انه ادي دور العبادة كبيرة او شي حتى الاديان بشر مزبوط يعني فبالتالي اه هيدا لبنان هيدا بالنسبة لي اللي لبنان اللي زماطنا من الحرب ببيروت بعتقد بتذكر انا وصغير انه رحنا يعني قعدنا بزحلة فترة طويلة رجعنا اجد معركة تاني قعدنا بالنبطية يعني تصور كيف انا يمكن الله عطاني بيت خطة هالقصص يعني فهيدا الشي مش ممكن ورّت بنتي شي تاني مش ممكن ولو على قطع رقبتي بصراحة وكل صراحة الخبرك ايها بالقضية صارت معي صار فيها شد انه تعنا قلبها مسلم ومسيحي ساعتها بتاخد تقل اكتر انت سنيا انه مظلوم سني فأنا بالحرف انا كان جوابي ايوه وبتتحول من قضية بتحول من جريمة شخصية لجريمة بحق البلد كله يعني تصور لا اكيد لا ولا بقبل اكيد ولا بقبل ما بقبل لا بحب ناسي وجماعتي بطريق جديد وبي بيروت هني هيك بحبهم ما عندي مشكلة مثل ما بحب المسيح بالاشرفية ما بحبت ما عندي مشكلة بهذا بس ما شكل بحدا يفرض علي شي ما يفرض علي شي ما عندي اي مشكلة بالتنوع بس ما يفرض علي شي بنفس الوقت بدو يفهم يعني اي يعني اي جانب اخر انه انت ما فيك اذا كنت منتزم بالشي تفرض على التاني هادي حريتك بس هلا قصيرين احنا ب يعني بس نشوف الكومنت والتعليقات على السوشيال ميديا يعني خطاب كراهية مش من شايف قبل والناس عم تفرض عليك وعم تفرض عليك كل شي يعني حتى بالرأي عم يفرض عليك كل شي يعني شو ما تعمل بدو يفرض عليك انت تشوف الاشياء من وجهة نظر وهو يعني مش معقول شوفها من وجهة نظرك انت هلا هاي قصة السوشيال ميديا انا تخطيطها بكتب رأيي وبعرف احيانا حسكر تويتر وارجع على مية مليون مسبة ما تفرض معي بقى لانه ما فيك تضلك اثير انت حملات الالكترونية ما فيك تضلك اثير حسابات ولا سيرفرات ما تتأثر بالمسبات لا 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 بدلا كنت كتير قبل هلا ولا ممكن ولا ممكن بالعكس هلا عندي شغلي عاملة انا بالبيت انه كل اللي بيسبوني على تويتر او الفيسبوك او شي بعمل سكرينشوت للبروفايل بيكتشر جمعناهن بصور هايك بسهر انا ورفقاتي نعمل بتفرش وافقاتي ظهر ما بصا نضحك والله مجمعن في صور هاي ابو بواحد ما عملك هاي وانه شودك تعمل في شي رح ينحكي هلا لأول مرة رح نحكي بهاي الحلقة بتمنى نحكي فيه كنت عم تذكر ريمون جبارة عم تذكر الاسام الكبيرة بعالم المسرح بس انت عندك علاقة بعالم الفن كمان عميقة مسكون يعني أنت مسكون ببيروت، مسكون بلبنان، وأنت مسكون بأم كلتوم. هي طبعاً. وعندك قصة كثير حلوة، رح نحكيها إذا تريد يعني عن قصة أم كلتوم. بس قبل بدي أقول رأيي وما بعد إذا توافقني. وقتاً منقول زمن العمالقة، أم كلتوم، فيروز، وقتاً منقول بليغ حمدة، وقتاً منقول بلبنان زمن العمالقة، منقول الرحابنة، ما منقول فليمون وهبة، زمن العمالقة مين بيعملوا؟ من العمالقة زيادة؟ لك إنه لما يقولوا زمن العمالقة ما بيقولوا بليغ، خبرك شغلي من الآخر، كل الأغاني القديمة اللي هلأ عم يرقصوا أولايا العالم بليغ، فهو بيقول نفسه، فن بيقول نفسه، كل شي من نحن نحن لما نقعد ندور الصباح نسمع لما نعى الباب يا حبيبي نتودع، في المو عايش، أوكي بعيش، ما خوف عليه إذا صحافة أو الإعلام صنفوا أو لا، إذا الدولة كرمت أو لا، يعني يعني ما حدا نتصنف عملاق لأنه الدولة كرمتهم، لأنه عاش، فن نعاش، يعني من فترة تتذكر شفنا بالمغرب الجمهور كله عم بيغني قانا الهوى، وهي تلحين بليغ حمدة بغنيها عبد الحليم، طيب، شي لقانا الهوى، يعني خمسين سنة، لو غنى مثلا على حسب وداد، كانت نفس ردة الفعل، بليغ، لو غنى ميل وحده في منديل، بليغ، لو غنى أنا كل ما أقول التوبة يا بوي، بليغ، كان سيعملوا هيك العالم، هذا بليغ، لك في موسيقى كبير بمصر، هو عمل في موسيقى في المهاجر ليوسف شهين، اسمه محمد نوح، قال بليغ، سيسهر العالم العربي 200 سنة لقدان، فأنا مع هذه المقولة تماما، بليغ، في ليمون في لبنان نفس الشي، وفي مرة برجع، بقول لك أنا كمان، حكينا أكثر من مرة حكينا إليك على الموضوع، برأيي أنا منحم بركات نفس الشي، أعطيني صهرة لبنانية واحدة ما فيه منحم بركات، صحيح، أنا كل بالصيفية، لما قلت لك، انطلعت أنا وبنتي وقعدنا هيك بفرية كم يوم وكذا، ملحم، 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 يعني ما عنا شيء إلا ملحم بركات، ملنا بحاجة أن الدولة تتكرم ملحم بركات، ملحم بركات سيعيش كثير، ورح يرجعوا ويكتشفوا جيل، وجيل ثاني، وجيل ثالث، وأنا برأيي، مسيرة ملحم، فيك التوقيمة مع اللحن اللبناني أكثر من، هلأ كلمة للعالم تاخد طاعت بالقصص، الرحاب، ليه؟ لأنه الرحاب الميكس بين التغريب واللبناني، فيه، يعني فيه الانسريمون، حتى الغربية، يعني، وفيه اللبنان الجبلي، ملحم لحاله، يعني بتحس أنت لبنان فيور، يعني مثل مقدمة أنت على ننسى، طيب شوها؟ طيب ما في ورد بيت، طيب شوها؟ أنه قاعد تصفن هايك، شو إنسان هاي ده؟ برأيك، ملحم بركات خدم الأغنية اللبنانية أكثر من الرحابن كلبنانية؟ لأنه الرحابن كانوا أغنين على عاتقهم، أنه إيصال اللبنانية إلى المحافلة العربية كلها، عرفت؟ ملحم كان عم يمارس الفن بطريقته هو، ابن كفرشيمة اللقاعد عم يلحن لبناني وآخر همه، وين بده يوصل، بس وصل، وفيه الليمون؟ نفس الشيء، وأنا بلاقي أنه ما يعني اللي كمل مسيرة فنهم هو ملحم، يعني بأسلوبه، فيه، يعني أنا برجع بقلك، أنا بعرف حادثة عن فيه، يعني عرفت عن طريق أنه زميل اللي هو ابن عمولة زياد صحاب، أليكس صحاب، ابن سليم صحاب المايسترو، في المهم ما كان يكتب نوت، مكتبة، فلما عمل إسوارة العروس، اللي هي من أحد أجمل مغنة فيروز، كان إجاب بنص على وجه الضوء، عند سليم المايسترو السليم صحاب، قال له شو قال له، كتب لي، كتب لي، كتب لي، فقعد وبلش، ما تتكرر، ومش مطلوب تتكرر، يعني مش مطلوب إن حدا يكرر التاني، بس هيدا دليل إنه البيئة والمناخ المليح، لما يكون كله فني بيعطيك هيك ناس، بس الإعلام بيلعب دور بيحرق هيك أسماء، أكيد، 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 لأنه ليك مش الإعلام بحد ذات، ما عم يحكي عن إعلام لبناني كإعلام لبنان أو شيء، أي إعلام إذا كان موجه بطريقة، بيطلع ناس، بيوطي ناس، منزل ناس، كل العالم تعرف أنه، أكيد، أعظيم، دورة لحن، بس ما أحد أنا عارف أنه حتى بمقابلاته أو المسرح أو ما هو محمد المغوط، كل كلمة هي محمد المغوط، كل كلمة هو محمد المغوط، أنا آي بتطلع، بتعلم منه أنه قف قدبي مسح الحلو، بس بعرف منيح أثر كلمة محمد المغوط على الأداء، يعني يعطيني كلمة نصبة لمحمد المغوط، آي ممكن كثير يعني الواحد من قلبه ما بيقدر ما يتفاعل هالقد معها، فأي العظيم هو بيكتب مسيرته، لا الصحافي ولا الإعلامي، ولا الدولي، تب رأيك الملحن هو أهم شيء، أو الشاعر أو المؤدي المغني؟ لا تلايتي بالدني، تعملوا معظم محل، مستحيل، أي النغمة بتقدر تعمل، يعني يا ما عملت يا ما ملحنين عملوا مغنيين وانتهوا مغنيين، لأن المغنية حلوة، الملحن قالوا لا أول شيء، حط أي كلام على نغمة حلوة، بتلقط العالم وتمشي فيها، فلا قد قوة الملحن، بس أنت بدك نجاح كامل، بدك ثلاثة متوازنين، يعني، يعني أنه مش ممكن تكون بغير كلام، كنت بشتق لك وأنا وأنت هنا، يعني مش ممكن، النغمة يعني، بلاقي ثلاثة بيخلقوا النجاح، ممكن الأفضلية تكون دائماً للملحن، لأنه شفنا قدي أغاني أو مطربين من شهر بغنية واحدة وانتهوا، لأن الملحن، اللحن كان منيح، طب في عندي شيء، كلما اسمها أم كلتوم، وهي سيدة عم بتغني، إذا بغمد عيني، بتخيل الرجال عم بيحكي، مضبوط هر شيء، يعني الكلام اللي عم بينقال، بتحس في حدا عم بيقوله لأم كلتوم، مش أم كلتوم عم تقوله لحدا، يعني في حدا عم بيتغزل فيها لأله، كأنه رجل عم بيتغزل فيها لأله، حضور أحمد رامي بالقصيد دائماً، وهي أغلب الأغانية لأنه كتبه لأحمد رامي، وأحمد رامي كان بيحبها لأم كلتوم يعني، بس مش واحده، أكتر بيحبوها يعني، بس أنه الكلام يعني آي كان موجهها، لو هي عارف القصة، فهي كمان حدا مذويق يعني، حدا عاش على الشعر والأداب والقراءة، ومعبر مين اللي درسها الشيء، أحمد رامي بحد ذاته، فهي مقدرة كل كلمة عادة عن أنه الملحنين اللي بقلهم الرسامين اللي معها، يعني بيرسموا أنه كلمة دموع لازم موسيقى توطى، كلمة الفرح لازم موسيقى تعلم، كلمة بعين لازم تبععد، هو في رسامين قدامها، هذا كله هذا الجو هو اللي عمل لك، هذا المناخ، أنه بتحس أنه مين كتب له يعني، وهي هذا الإحساس اللي عنده، اللي هي موهبة، الله عطي، لا يمكننا أن نفعل شيء، بتحس أنه، ليه تحبها الآن؟ لكن، أنا أول شيء، يعني ضليتني لشيء عمر العشرين، ولا تعني لي شيء، لآخر شيء، بس انتبهت لغنية، أي لغنية، أي لغنية، أنه أنا بي كان حضن كتير عصبي، وشديد، وهيك، فكان عندي فضول، أنه شلي، ما شلي مخليها لدي مفصوط، أنه قاعد بالليل، وكان حربه، قاعد بالليل، وقال، الله كذا، وانا منبص في بي عميحة، شو القصة، فجربت بقى أعرف شو عم بصير، ده بيوم قاعدني، قال لي انتبه، بلشت، شوف أنه في رسم، يعني، في أشي عم تصير غريبة بالموسيقى، يعني وراها، وبلشت أتعلم، رحت صرت أنا أكتر، أكتر، خلص صرت عمدي، أنه هي كل شيء، وبعدين من هيدا العمر، هلأ ارتبطت بكل شيء عندك، ذكرياتك، علاقاتك، شكل البيت، الدكور كذا، لأنه صار بتعني لك، مش بس أنك أنت الغنية بتعني لك، والقصة الغنية، صار عالمها بيعني لك، يعني أنا بعرف، مثلا كيف تعرف في تعباليك، وكيف تعرف، وشو صار مع عبد الوهاب، وكيف، فهيدا العالم، أدبرناك بتحبه، وما شايفه، بتصير، وأنا برج الحوت، نصير منعمل هيدا الخيال، يعني، بس أنت مهووس زياد، بيقوم قلتهم، فيه هوس، يعني اللي عم بيسمعنا، أو بيشوفنا هلا، ما بيعرف، قداش أنت مسكون بأم كلتهم، أنا بمشي أحيانا، بكون، أول شيء عندي مشكلتين، العالم بيقولولي، ولو سلمنا عليك، ما بتسلم كون شايل، أوكي، وأحيانا بكون شارد، مثلا، عم بعمل مثلا، نغمة، مثلا، هو صحيح الهواء غلاب، يعني، سلموا عليه العالم، أوكي، هلا، هلا، سوري، والله، بس بكون قاعد عم برسمها كيف أنه عملها هاكي، هيدا، أنت ما تلعب موسيقى، لا، يعني، هلقد عندك اهتمال موسيقى، بس ما تلعب موسيقى، كل رفقاتي بيلعبوا موسيقى، وكل رفقاتي، عندي خلد صباحي، يعني، أساس الموسيقى، وبيعزف وكل شيء، وأنا على السمع، وهذا الشيء اللي حبايته، أنه أنا بقدر على السمع، يعني حتى هني، أي حدا بيعمل شيء، بيقول لي، تاع سماع، لأنه أنا السمع عندي، وأنا بقول أنه أهم حاسب الإنسان، هي السمع، يعني، فالديني، كل علمك، وكل أشياء، وكل الوعي، ويأخذ، ويتلقى بالديني، ف بحب كثير، وبسمع، وبعرف شو عم بصير بالموسيقى، بس ما بعرف نوت حتى، يعني، معقول تعمل شيء، بروغرام، كتاب عن أم كلتوم، في شيء عم بتحضره؟ أي، في شيء هيك، شو؟ مش بس عن أم كلتوم، كلهم يعني، أنا حتى بليغ عندي نفس الشيء، يعني بحبه كثير، يعني، أنه هيك مثل، تقريخ؟ محتوى يمكن، متل شو، خبرناك شيء، خبار ما بنعرفه، حمسنا، خبار ما، يعني لا، في مرة أم كلتوم كانت، نازلة على الدرج؟ أحمد رامي طالع، أحمد رامي طالع، وهي نازلة؟ لا، هي طالعة، وهو نازلة، من درج الإزاعة المصرية، وهو بحبه كثير، فلما شافة عم تطلع أم كلتوم على الدرج، وقف جمد، فوصلت لعنده، قالت له، ما لك يا رامي، وقفت ليه؟ قالت له، كيف أريد أن أنزل، ويذهب وتطلع، ماذا؟ وهو، أحمد رامي كان شخصية، القدي، يعني ساذق، يعني ليس يقول غزل، لأنه يشد، لا لا، هو هيك، يحكي تعبير، يعني هو يحصه، قالت له، لكن، شوف أم كلتوم، بدك تشوف أم كلتوم عليه، قالت له، هذا شعر أو غزل؟ قالت له، قالت له، ما يبقى الشعر، تعالوا، لكي أجلنيه، شو نعمل؟ لا، هي براتيك، أم كلتوم عندها شغلة قبل كل شي، قبل قبل حتى إحساسها بالأمومة كان، يعني هلقدي ضحيت بقصص، مشان بس تحافظ على أم كلتوم، اللي هي هيدا الشكل اللي واقف، هي هلقدي عملية، بس كمان الأصبجة عملت فيه العميل، ايه، كلهم عملت فيهم، شوفت عليهم، أن الأصبجة كمان من الأشخاص اللي أطلقها، طبعا، طبعا، بعدين أعادته وراها، لا، هو إرادته النختار، لأنه هو ركب للتغط الشرق، وهو لما حس أنه مسؤوليته أنه يراعي هذه الموهبة اللي جاي من تعاليم، حدا اسمه أبو العلا محمد، وزكريا أحمد، ومحبته أنه هو في صوت عم يقدر يلبي كل ألحانه بالطبقات العالية، وغيره، أصر أنه يبقى قدامها، وقعد وراها لما ركب التغط الشرق لإلها، ويدق، ليظلوا حريص أنه يكون قدام هذه الموهبة، يعني مش هي اللي أعادته، فهي بالنسبة لإلها كصبية بهذا العمر، يعني أول آخر العشرين، أول ثلاثينات، الأصابجة قاعد وراها، ما حتى يقول لا، من يقول لا يعني، بس الأصابجة صار عواد ورا أم كلتوم، هذا أحد الأشياء اللي لفتت العالم بمهابته، أنه الأصابجة قبل هين يقعدوا عواد، وهو اللي يعني الأصابجة اللي أراد هالشيء، أراد أنه يكون حتى هو بأحد نكساته الصحية، كان يتعرض لألاج بقلبه، يعني كان يتعالج، وكان في حفلة لإم كالتوم، بلش شال الشرايت وضب وظاهر، وقال له الدكتور وعملوها، وحطوها بمقاطع بمسلسلة، قال له الدكتور لوان، قال له أنا بالنسبة لي للحياة، أنه يكون وراها العود، هذه الحياة، أنتوا تفهموا بالقلب واللحم والدم والعظم، أنا بالنسبة لي الروح وكل شيء، هو أن أكون وراها العود، يعني هذا هو اختيار الأصابجة، وإم كانتهم ستقول لا، وإم كانتهم تعزوا أكيد عن الأصابجة، يعني مش ضروري أنه كل اللي حبوها تحبهم، يعني، بس هي من حبة؟ هي في أربع علاقات، يعني بالكتب والمراجع، وهذا في أربع علاقات واضحين كانوا كثير، في خال الملك فاروق، في محمود الشريف، الموسيقار محمود الشريف، ومن أول علاقات اللي هي مرأت فيها، بيقولوا حبة عبد الناصر، بيختلفوا على مؤرخين كثير، إنه كشخص، ككريزما يعني، وآخر شيء زوجة، يعني اللي أخدته، جوزته، الدكتور، فإنه هؤلاء العلاقات واضحة، يعني بحياتي مكلتون، منهم سر يعني، بس أنت اليوم إذا كتبت كتاب، شو بدك تقول شي جديد؟ مش كتاب، إنه أنا هيك بقول خبريات، يعني فيه، خبريات، فيه كتير قصص تنحكى، يعني مع كل حدا في قصة، يعني مع كل شخصي بحياته في قصة، شو أغرب شي عملته، أو شو أغرب شي أنت سمعته عنه؟ أغرب شي عملته، اللي هو الارتجال بإدارة الأيام، أهرب من قلبي، أروح على فنين، هو عبدالوهاب أصد أنه يحط هيدا المقطع فالز بالموسيقى العربية، ويكون، ويلزم فيه أكتر، وبعدان يخليها ترتجل بآه يعني على العشقين، فراحة هي مرتجلة بالفالز، أنه أنت عم ترتجي العربي بالفالز، هذا كانت بالنسبة لأيلي، أطير فيها الغنية، طب زياد عتاني، اللي متابع العمالقة ومتأثر فيهم، بتوافق على نظرية العمالقة فوق النقد؟ فوق النقد؟ أنه ما مننتقده، أنه ما في شي نقوله عنه؟ لا، بالنهاية، تريد ان يشجلون كل شيء، شي طبيعي، نقد هو شي طبيعي، أيها الأسئلة الصحفية اللبنانية مع احترامنا الأكثر، إم كتوم أو فيروز؟ إم كتوم؟ لا، لا، انا عارش راح تجاي ومشان هيك عم بروح انه 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 انت لبناني معقول ما تقول فيروز وانت خهاي شو خاص بالموسيقى؟ شو خاص بالموسيقى؟ اذا واحد بيسمع شيكسبير بيفضل بيسمع بيتهوفن يعني بيفضل بيتهوفن على مثلا انت نقول حبيب قلبنا والقمة عاصر بصير ما انه لبناني؟ شو حكاية هيدا؟ لا ما الا علاقة الموسيقى ما الا هوية نحن الليه هويات حلوة الجملة ايه الموسيقى ما الا هوية نحن قالناه هويات مين من مين؟ يعني مستحيل قعد قول انا مشان هوية هيك فلازم من قال يعني على الحكي لبناني بدعمه بالشغل يعني اللبناني الدفلنان بدعمه بالشغل أنا ويا يعني وهكي بس تقلي مثلا هلأ انه عقل قلي مثلا فريدي ميركوري ولا كفوري شو حالك يعني بحبه لو أكيد يسمعه بسأل بس إنه فريدي ميركوري طب ما قاله مثل برجع بلك الكلمة وصيامة لهوية نحن أنهوية بزيادة لبنانة بيحلم ينام ويقوم شو يلاقي بالبلد عن جد هيك من القلب من زيادة الطفل أو من زيادة اللي مضيع شي ببيروت اليوم بعد الأربعين بيحلم أنه ينام يقوم شو يلاقي مش الحفلة كحفلة اللي صارت لعمر ودياب بحلم نام قوم يكون بالليل كمان لقي البلد العبلرية والعالم عم ترقص على الطرق بس شوف الناس مبسوطة بس بس أوكي هذا البلد وعم تغني وهكي وعشقة بتحب تشوف الناس مبسوطة طبعا ليه ليش ما بتحلق ليش ما بتحب تشوف أنت مبسوطة بيفرحوك أكتر إذا هن كانوا مبسوطين يعني يعني تشوف كانوا يتمسخروا ونوية وقفوا سلسلة يا خي والله بتمنى أنه لو كنتوا عاملين أحلم أدبكينا بين بعض يدبكوها يعملوا حل الدبكة من النقرة لحكا ما في مشكلة طب روح في المحلات مليانة روح شوف ناس مبسوطة لا أنا ما عم بحكي عن المحلات أنا ما عم بحكي عن الطرقات ما عم بحكي عن المحلات الطريقة زعلانة طبعا طبعا يعني أنا كتبت مرة أنه كان صاير الانفجار والانهيار بعزه يعني كتبت بيكفي تمشي ببيروت وتتطلع بوجوه العالم لتعرف كيف بتموت المدن بتموت بوجوهنا طبعا خيفان خيفان والله تخطيتها أنا ياريت برجع خاف ولا فيه أمل رغم الظهر اللي امتل الحقول أنا ما شايف أمل هلأ ما شايف أمل كنت الزاب إذا بشوف أمل هلأ إنه لا أدام لا هلأ لا بدنا ننطر شوية يمكن نربيه للأمل بس إنه نقول إنه موجود لا بعد وأحيانا بحس إنه كمان إذا تفقلت زيارة خياني للواقع اللي أنت فيه لأنه أهم شي نعرف قد وقعنا مر تنعرف عن جد نفكر صح ما نتخطى يعني أحيانا الحقيقة قد ما كانت تفجي وقد ما كانت صعب عليك ما تهرب منه يعني ما أهرب منه لب أوهام ولا بأحلام لا بدي واجهها كيف نواجهها من واجهها أنه على القليل نكون نحن البشر الإنسان اللي فينا يعني هل قد حقيقة بس ما بيهرب من بقول إنه والله عنا أمل يرجع للبلد لا أهلا قريدي ما في ماما مش مستحيل يكون عندك أمل هلا أنوان بشو يعني عطيني شغلي يعني يلا خلينا نخلق يعني على القليل ما بدنا نروح منها هيدي يعني نعمل انتصار صغير للعالم يعني سواء بالقضاء سواء بقضية سواء بأي بالفن بالسقافة نعمل نراكم شوية انتصارات طي يخلق الأمل بنفكر فيه لبعدين بعدين ما في بلد بيحلم بأمل وثلاثة ربع الشباب وبرا من مين بديوا يعمل لك هي يعني شو من قلهم للشباب بكندا تعوى أو فرنسا يعني ما بدنا نقلهم تعوى ما هو اللي بدوا يخلقوا لك البلد مين بديوا يخلق البلد نحن شو خطيارنا لا مش قصد خطيارنا الله وكيلك ما عندي شي غير يخلق ما نحن تمسحنا مشكلتك تمسحنا وبتخاف إذا أحيانا أنا بوع الصبح هل أنا مطبع مع الوضع وهذا خطر إنك تكون إنه يلا كله ماشي لا خطر كثير يعني الموضوع من وهين هذا نوع من الاستسلام إنه بدبر حالي هذا نوع من الاستسلام إنه لا ما 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 فينا هلأ فكر بدنا على الأقل شوية نشوف انتصارات معلق صحافي بيكتب كلمة بزيت بزيتو وين كان لبنان هالي بالستينات بالستينات باللبنان كان كل الصحفيين المطلوبين من كل الأنظمة أخذوا اللبنان مقعدوا لعنده هذه حرة التعبير كان ديم المية شوف هلأ كيف صرنا صاروا إني صحفيين لبنان مطلوبين نعم في ناس بتنطر سبع طعشات تشرينات تتنزل طالب بشي وفي ناس بتعيش السبع طعش تشرين كل يوم يعرف أنه انت من الأشخاص اللي بتعيشها كل يوم إذا إذا وقفت عمنبر هلأ وكان جمهورك بنتك لوحدة واقفة وحاملة عالم لبنان شو بتقلّها ترجع بلدك بس قوعة يكون تعبكم ودموعكم وفرحكم كرمال هالقرطة الموجودين هون قوعة ما تعطون شيء ما تعطون شيء حرام تبنوا بات وياخدوا منه ضريبة هول حرام تعملوا شيء وهول ياخدوا عليه روحوا سافروا معلي ماني خايفان الهجرة وهجرة الشباب بيوم بيستردوا لهالبلد هيخدوه منهم انت قدام ناس سرقوا المي بتخيل سرقوا الحجر بس بين الوحدة الوحدة اللونلينس كزياد دعيتاني وحرية بنتك مستعد تتحمل الوحدة ايه اكيد بتحملها مستعد تتحمل اي شيء مشانا اي شيء انا رح قلك شيء هلأ لأول مرة انا تعلمت حب بنتي اكتر من وراك من محبتك انت لبنتك وتعلمت تكون باي احسن منك انت بقى مش ميرسي عشي بس يمكن نحنا اوقات منكون شوي معروفين او محطوطين عالسوشيال ميديا وما مننتبه انه في اشياء صغيرة منعملها بتكون نقط ماء بتعلم بمطارح للاسف عندنا اولاد عم بيشوفوا كتير اشياء بشعة عالسوشيال ميديا بتمنى ان يكون في اكتر منك عالسوشيال ميديا وكل واحد بهو شو بيحب هو شو شاطر ويمكن نحنا نقط ماء بتمرق العاصفة من ضل نعم من نقط وشغلتنا نقط ماء انت ما هجرت لا اسباب وانا ما هجرت لا اسباب وهيدا البلد انه ما بينترك انه اذا رحنا سفرنا كلنا سوى لمين بدو يضل ما هو لقلنا يمكن ولادنا يكون عندهم محب حب انه يسافروا يعملوا شي بس نحنا مرجيحنا تقطشت نحنا وصغار وفي شي ولد بيترك مرجوحته بقى نحنا نطرين نرجع نربط هالمرجوحة على امل انه ما طلقت وما يتلفق لك شي قضية ولا انا ولا حيالله واحد بالبلد من هالقرطة اللي انت عم تحكي عنا هو البلد حلو وانا لأول مرة مش رح وافق من بلا في امد ونحنا اي عم نكبر بالعمر بس عم تكبر عم يكبر امالنا معنا وميرسيز يادعي تاني وناطرين انا اول واحد ناطر المسرحيتان قلتلي مسرحيتان تنشوف شو رح تفجئنا هالمرة ويا رايت كل حدا بيسمعنا باول فرصة تكون انت عالمسرح يروح يحضر بيعرف عن جد هدا العميل شو بيعمل عالمسرح مرسي كتير زياد مرسي جوزاف مرسي كتير على كل كلمة يعني لطلق عن جد شكرا الحلقة حقيقية انا يعني بكتير محبة كنت عم بحكي بحبه كتير لزيادعي تاني مش لانه سبيسيال لانه زيادعي تاني هيك هو لبناني ما بعرف طيفته ولا بعرف هو من وين ساعب الاشرفية وساعب طريق جديدة وساعب شر ما بعرف نين بدي لمه لانه فالش حاله على كل البلد حاسه صغير عليه ونحنا كلنا سوا لازم يكون البلد لقلنا كلنا سوا هنا توكس عبر منصة هنا لبنان تابعوا الحلقة وبشوفكم بحلقة جديدة